السيسي يستقبل اليوم رئيس إريتريا في قصر الاتحادية الداخلية تعلن مقتل أربعة إرهابيين من منفذي الهجوم على كمين أمني بجنوب العريش والمجلس العسكري الانتقالي بسودان يؤكد حرصه على التفاوض للتوصل لتفاهمات مرضية الثالثة عصرا في القاهرة الواحدة بتوقيت جرينتش أهلا بحضراتكم في نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من أكستر نيوز يستقبل الرئيس عبد الفتاح سيسي اليوم رئيس إريتريا أسيا سافي ورقي بقصر الاتحادية صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي ترجمة نانسي قنقر أعلنت توزارة الداخلية مقتل أربعة إرهابيين من العناصر المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش يوم الأربعاء الماضي وذكرت الوزارة أن عمليات المتابعة رصدت اتخاذ عدد من تلك العناصر أحد العقارات الكائنة بمنطقة أبوائط بالعريش كمأوى لهم حيث تمت مداهمة العقار وتبادل إطلاق النار أوضحت أيضا أنه عثر بحوزة الإرهابيين على ثلاثة بنادق آلية وحزام الناسف ترجمة نانسي قنقر 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 المترجم للقناة المترجم للقناة منذ أن افتتحه الرئيس السيسي منتصف شهر مايو الماضي أصبح كبري تحيا مصر بمحور رود الفرج مقصدا لدى الكثيرين لقضاء وقت ممتع أسر مصرية عديدة حرصت على استحاب أطفالها إلى هناك لقضاء ليلة من ليالي عيد الفطر والتجول على الممشى الزجاجي هنا محور رود الفرج والكبر الملجم على كورنيش النيل بتصميمه الفريد حيث حارصت أعداد كبيرة من المواطنين على قضاء ليلة من ليالي عيد الفطر المبارك والاستمتاع بمشاهدة نهر النيل الساحر من أعلى كبري تحيا مصر على فكرة أنا اعتبر من اللي مشتغلت هنا في الكبري ولسه حاليا شغال في الكبري برضو بس هو من حلوة أنا جاء فسح ليلة على اللي أنا كنت بحكوله منها الكبري جميل وده إنجاز جامد جدا وتعمل في صمته وتعمل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي احنا متعودين منه اللي هو كل شوية فجئنا بعمل ضخم يعني وعمل محترم ووفر وقت عن العربيات والناس فرحانة أوي طلع تشوف الإنجاز اللي اتعمل أعداد كبيرة من الأسر المصرية حرصت على استحاب أطفالها لقضاء وقت ممتع وأخذ جولة على الممشى الزجاجي والتقاط الصور التذكارية في هذا المكان الذي أصبح مقصدا للكثيرين منذ أن افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي منتصف مايو الماضي جيت أنا وزميلي مرة وتاني مرة جايب أولاد أفرقهم على النيل وأفرقهم على منظر الكبري والإنجازات بتاعة البلد نتماشى ونبص على النيل وحاجة جميلة أول مرة يعني نيجي فيها بس مش هتبقى آخر مرة إن شاء الله يعني هو كل حاجة جميلة فعلا يعني الناس بتجلوا من كل حتة أنا بس جامل شوية رحنا نتماشينا عند الإزاز ورجعنا الأحفاجي عادي نتفرج حاجة رهيبة يعني حاجة على مستوى العالم يعني وهكذا أصبح كبري تحيا مصر بمحور رود الفرج بالإضافة لكونه مشروعا قوميا عملاقا ساهم بشكل كبير في حل مشكلات التكدس المرورية ووفر أيضا وقتا طويلا في قطع المسافات من مكان لآخر انضم أيضا لعدد من المتنزهات العامة التي تشهد أجواء احتفالية لقطاع عريض من المواطنين في الأعياد والمناسبات وصلت منافذ شركة تذكرتي استقبال المشجعين لتسلم تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 نتابع المزيد في سياق هذا التقرير خلال أيام عيد الفطر المبارك تواصل منافذ تذكرتي فتح أبوابها أمام المشجعين الراغبين في مشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية في الاستادات المختلفة توافد المشجعون الذين حرصوا بأعداد كبيرة على حجز تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية والحصول على بطاقة المشجع وعبروا عن سعادتهم بفكرة تذكرتي وطريقة التنظيم وسهولة خطوات الحصول على تذاكر المباريات موضوع ما خدش معي وقت كتير ما خدش فوق العشر دقايق هو تسجيل بيانات مش أكتر من كده بس يعني ما فيش مشاكل ولا حاجة بس هو موضوع يعني راحة ان انا جري ان انا روح الاستياد وقف في زحمة وقف في طبور واتبهدل علشان ان انا اخد التيكت بتاعتي اواخد الفان ايدي بس الموضوع ده كويس النظام ده انه هو كل حاجة بتعمل عن نت والتذكر انه ممكن تجدك على البيت ما فيش بقى تروح توقف في طوابير والكلام بتاعت زمان دي وباحترام وكده بدل الضرب والخناءات على التذكر انا عرفت الموضوع من عن نت كان في حاجة شفتها تقريبا على الفيسبوك او حاجة زي كده فعرفت وعرفت الخطوات والموقع ودخلت سجلت فان ايدي وبعد كده بعد ما سجلت جالي رسالة ان انا خلصت قبلت نخلت حاجة ستذكره جيت هنا وستلمت تك كل حاجة كويسة جدا منظمة اجمل حاجة اصلا الواحد حاس ان هو من غير حركة عرفة غير وسطة من غير حاجات كده سوء سودة والكلام ده اول مرة تحصل فعشان كده تشجعت ايجي اقبال كبير من المشجعين ونفاذ تذاكر بعض الدرجات لعدد من المباريات بالبطولة في الوقت الذي اكدت فيه شركة تذكرتي التزامها بالساعة المحددة في كل استاد كجزء من القواعد الاكثر عدالة وشفافية والكفيلة بخروج مباريات البطولة على اعلى مستوى من التنظيم الذي يليق بمصر تنوه شركة تذكرتي بانه لا يمكن نقل ملكية تذاكر بطولة الامم الافريقية بعد شرائها الى مشجع اخر باي حال من الاحوال علما بانه اذا تم التحقق من التذكرة ووجدت مع الشخص غير المعني فسوف يتعرض للمساءلة القانونية وذلك حرصا على التصدي لجميع محاولات السوق السودع المزيد عن موقع تذكرتي في العرض التالي اطلاق موقع تذكرتي امام الجماهير لحجز تذاكر بطولة كأس الامم الافريقية موقع تذكرتي يتميز بعرضه بثلاث لغات العربية والانجليزية والفرنسية يتميز موقع تذكرتي بسهولة التسجيل للحصول على بطاقة المشجع يبدأ المشجع بادخال جنسيته كخطوة اولى سواء من داخل مصر او خارجها يدخل المشجع رقم هاتفه المحمول ليستقبل رسالة نصية تحتوي على كود تشغيل التسجيل يبدأ النضغام في طلب البيانات الشخصية للمشجع ثم يقوم بالتحقق من البيانات المسجلة ينتظر المستخدم لحين وصول رسالة نصية جديدة او ايميل يتضمن الرقم الخاص بطاقة المشجع وكلمة المرور يمكن للمشجع استخدام بطاقته وكلمة المرور واختيار المباريات التي يرغب في حكزها يتيح الموقع خاصية الدفع باستخدام عدة وسائل تظهر للمشجع يتسلم المشجع البطاقة والتذكرة من خلال العديد من المنافذ المخصصة خصص موقع تذكرتي رقما ساخنا هو 15355 لمزيد من الاستفسارات اشتركوا في القناة اكد المجلس الانتقالي في السودان حرصه على التفاوض للتوصر الى تفاهمات مرضية وسعيه للحصول للوصول بالمرحلة الانتقالية الى بر الامان كما شدد على سعيه لتحقيق تحول ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة من جهتها اعلنت قوى اعلان الحرية والتغيير قبولها بالوساطة التي يقودها رئيس الوزراء الاثيوبي لكن بشروط بعد تصعيد خطير شهده السودان على مدار الايام الماضية وتعثر المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير نجحت اثيوبيا في اقناع الترفين بالعودة الى مصار التفاوض زيارة قصيرة بدأها رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد الى العاصمة السودانية الخرطوم التقى خلالها رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق اول عبد الفتاح البرهان وقادت قوى الحرية والتغيير في مسعى للوساطة بين الطرفين للخروج بالبلاد من ازمتها الراهنة اتسمت بالمسئولية العالية والوعي بخطورة المرحلة هكذا وصف ابي احمد اجتماعاته مع الاطراف السودانية داعيا في الوقت ذاته لاتخاذ خطوات سريعة نحو فترة انتقالية ديمقراطية وتوفقية في البلاد الوساطة الاثيوبية لاقت ترحيبا من الاطراف السودانية فاكد المجلس العسكري الانتقالي انفتاحه للتفاوض مرة اخرى والتوصل لاتفاق في اي وقت في حين اكدت تقوى اعلان الحرية وتغيير قبولها بالوساطة لكن بشروط الوساطة الاثيوبية جاءت عقب تعليق الاتحاد الافريقي عضوية السودان حتى نقل السلطة الى حكومة مدنية منتخبة وبعد تعثر المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير عقب احداث الاثنين الدامية عربيا دعت الجامعة العربية كافة الاطراف السودانية الى ضبط النفس وتجنب اية تصرفات من شأنها تأجيج الموقف وتصعيده بينما اكدت الامارات اهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية لتحقيق امال وتطلعات الشعب السودانية دوليا دعت الخارجية الروسية كل القوى السودانية الى حل الخلافات السياسية الداخلية في بلادهم بوسائل سلمية وديمقراطية بينما طلبت الخارجية الفرنسية بتشكيل حكومة ومحاسبة مرتكب اعمال العنف بالبلاد لم تكن الامم المتحدة كذلك بمعزل عن تطورات الاحداث بالسودان فقد قررت نقل بعض موظفيها في السودان الى الخارج مؤقتا بسبب الوضع الامني في البلاد نفى وزير الدولة لشؤون الخارجية الاماراتي انور قرقاش انباء تحدثت عن وجوده في العاصمة السودانية الخرطوم مؤكدا انه يشارك حاليا في منتدى براتسلافا في سلوفاكيا ووصف قرقاش على تويتر تلك الامباء بانها شائعات من صنع منصات الاعلام القطري اكد الجيش الجزائري ان الازمة المعقدة التي تمر بها البلاد تقتضي انتهاج اسلوب الحوار الجاد والمثمر للاسراع في ايجاد الحلول الملائمة وفقا للدستور والقانون وفي افتتاحية عدد مجلة الجيش لهذا الشهر دعا الجيش الجزائري الى تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات بوصفها الادات القانونية التي تضمن اجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مستقية محذرا من ان استمرار الوضع الراهن قد يقود الى وضع يكون من الصعب التحكم في تداعيته كما جدد الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح دعوته للطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الى اختيار سبيل الحوار الشامل لتجاوز الازمة الحالية يأتي ذلك فيما افادت وسائل اعلام بان صالح كلف الحكومة بعدد مشروع قانون يعطي ضمنات كاملة للانتخابات الرئاسية على وقع قرار المجلس الدستوري في الجزائر بالغاء الانتخابات الرئاسية تعيش البلاد بين مرحب بالقرار باعتباره انتصارا جديدا للارادة الشعبية وبين من يعتبره التفافا جديدا على مطالب الشعب فالقرار تضمن التمديد لرئاسة عبدالقادر بن صالح المؤقتة للجزائر دون ان يوضح مدة التمديد الجديدة للفترة التي تنتهي في التاسع من يوليو المقبل ازاء ذلك وجه الرئيس الجزائري المؤقت ثالثة قطاب متلفز الى الجزائريين منذ توليه منصبه في ابرير الماضي جدد خلاله دعوته للطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الاختيار سبيل الحوار الشامل لتجاوز الازمة الحالية ادعو الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الغيورين على وطننا ومصيره اقول ادعوكم جميعا الى اختيار سبيل الحوار الشامل وصولا الى المشاركة في رسم معالم طريق المصار التوافقي الذي ستعكف الدولة على تنظيمه في اقرب الاجال في الاثناء قالت وسائل اعلام جزائرية ان الرئيس المؤقت كلف الحكومة بعداد مشروع قانون يعطي طمانات كاملة للانتخابات الرئاسية واشارت الى ان القانون يستحدث سلطة وطنية تترأسها شخصية لها كامل الصلاحيات وتضم شخصيات من المجتمع المدني وتستبعد جهات الدولة تطورات سياسية يواكبها مخاوف اقتصادية حيث اشارت مؤسسات اقتصادية الى تراجع واتيرة الاقتصاد الجزائري بفعل الحراك الشعبي الذي انطلق في الثاني والعشرين من فبراير وكشف البنك الدولي عن ركود في الاقتصاد خلال الفترة نفسها وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري خلال السنة الحالية لبيك فطابوس لبيك لبيك ترابوس لبيك اشتركوا في القناة ان الجيش الوطني الليبي بدأ عملية الزحف على محور طريق المطار في العاصمة ترابلوس واضح المصدر ان قوات الجيش دمرت ثلاثة اليات للميليشيات الارهابية واكبرتها على التراجع مشيرا الى ان اشتباكات عنيفة ما زالت تدور في المنطقة وسط تقدم ملحوظ للجيش الليبي اكد الرئيس اللبناني ميشيل عون عدم التهاون مع الارهاب باشكاله كافة مشيرا الى انه لن يتساهل مع اي جهة يمكن ان تجد تبريرات للذين يعتدون على سيادة الدولة ومؤسساتها الامنية او استهدفوا الابرياء واستقرار البلاد كما اشاد عون بتضحيات رجال قوى الامن الداخلي مشددا على انهم يشكلون الدرع الذي يصون السلم ويحفظوا الاستقرار تراجعت ودائع القطاع العام القطري بالنقد الاجنبي 32% بما قيمته 14 مليار دولار وفق بيانات الرسمية وزادت حاجة حكومة قطر للسيول بالنقد الاجنبي بعد مقاطعة عربية للدوحة ما دفعها للتوجه الى الاقتراض مباشرة او السحب من ودائعها بخلاف تسييل استثمارات خارجية للانفاق المحلي خلص تقرير اعدته وزارة العدل البريطانية الى ان تنظيم الاخوان الارهابية تمتع بوجود قوي داخل السجون حيث يفرد عقيدته على السجن عبر عصبات تنشط تحت غطاء الدين وبحسب صحيفة التايمز البريطانية فان التقرير كشف عن ان هناك هيكل هرمي لهذه العصبات داخل السجون البريطانية يضم قادة ومجندين ومنافذين وتابعين ولفت التقرير الى ان ضغوطا كبيرة تمارس على السجناء للانضمام الى التنظيم تظاهر الالاف في ليبيريا بالعاصمة موروذية احتجاجا على الفساد وتضهو الاقتصادي الذي يلقي الكثيرون بمسؤوليته على الرئيس ولاعب كرة القدم السابق جورج وايا ووزع منظم الاحتجاج عريضة ان اتهموا فيها الحكومة بسوء استغلال الاموال العامة وانتهاك حريات الصحافة والفشل في تمويل الصحة وبرامج التعليم على نحو ملائم قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي ان بلاده حريصة على تطبيق اتفاق ستوك هولم بشأن مدينة الحديدة مشددا على ان تجزئة في تنفيذ القرارات لا يخلق سلاما دائما وانما يؤسس لجولات صراع قادمة واطالة فترة النزاع والحرب في البلاد جدد بادي موقف حكومته الواضح بان من يريد تحقيق سلام دائم وشامل في اليمن فعليه ان ينفذ قرارات مجلس الامن كاملة احبطت القوات الامنية المشتركة والحزام الامني هجوما نفذته ميليشيات الحوثي على مواقعها في جبهتي مريس وباقى شمال وغربي محافظة الضالع جنوبي البلاد وبحسب مصادر ميدانية فقد تجبدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد اثناء هذه الاشتباكات اعلن الجيش اليمني ان قواته حررت مناطق وقرى جديدة في مدرية حرد الحدودية بمحافظة حق شمالي البلاد وذلك خلال عمليات عسكرية وغلت خلالها القوات لنحو سبعة كيلومترات في المنطقة في غضون ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على اهداف متفرقة للميليشيات في اكثر من جبهة في البلاد قد المتحدث باسم مركز المصلحة الروسي في سوريا ان سكان حي الحلواني الذي تضرر خلال المعالك في مدينة حلب قد حصلوا على مساعدات انسانية من الجيش الروسي احتوت على المواد الضرورية الاساسية واكد المسؤول الروسي ان تلك العملية الانسانية مهمة جدا خاصة بعد الاعمال القتالية اعلنت السلطات السورية مقتل شخص واصابة ثلاثة اخرين جراء هجوم صاروخي شنته مجموعات مسلحة على بلدة تشيزر بريف حماء الشمالي الغربي في خرق جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد في ادلب واعلن الجيش السوري عن وحداته ردت على الهجوم بقصف صاروخي استهدف مواقع المجموعات الارهابية في بلدتي اللطامنة وكفر زيتامة ادى الى تدمير منصات لاطلاق القذائف وايقاع اصابات في صفوفهم في غضون ذلك افادق مصادر سورية بارتساع ضحايا لاشتباكات الدائرة في ريس حماء خلال الساعات الاخيرة لعشرات القتل اشتركوا في القناة انفجرت عبوة ناسفة في قضاء الحويجة بكاركوك ما ادى الى مقتل مدني في غضون ذلك اعلن مسؤول امني عراقي عن تفجير 36 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الارهابي غرب الرمادي يذكر ان القوات الامنية المشتركة في محافظة الانبار تنفذ بين الحين والاخر عمليات امنية تصفر عن اعتقال عناصر بتنظيم داعش وتدمير مواقع ارهابية هكذا رئيس العراقي برهم صالح اهمية تعزيز العلاقات بين العراق والمانيا واستثمار الفرص المهتاحة لتوطيد التعاون الثنائي تحقيقا للمصالح المشتركة جاء ذلك خلال استقبالي وزير الخارجية الالماني حيكوماس في قصر السلام ببغدد حيث شدد صالح على رغبة العراق الجادة في تنسيق المواقف مع الدول الاوروبية بشأن العديد من القضايا المهمة والتطورات على الساحتين الاقليمية والدولية زعمت تركيا قضاها على 43 مسلحا منذ بدء عملياتها العسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق كما زعمت وزارة الدفاع في أنقرة أنه تم إبطال مفعول 53 عبو وناسفة ولغما وتدمير 74 مخبأ ومغارة خلال هذه العمليات التي تعتبر انتهاكا متكررا لسيادة الأراضي العراقية تشن أنقرة بانتظام مغارات على مواقع الحزب الكردي في شمال العراق والذي تصنفه على أنه تنظيم إرهابي كشفت وثائق عسكرية مسربة أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بدأ بتنفيذ عملية كبرى بالجيش تم بمجيبها إقالة العديد من الضباط الكبار بالقوات التي تحتفظ بها بلاده في قبرص وذلك بمجيب أدلة وهي زي من ندالك تلك الوقائع مع أطمع تركيا في البحر المتوسط وسعيها للتنقيب عن الغاز دون احترام لقبرص وحدودها البحرية توقع مركز أبحاث دفاعي أمريكي أن تفرض واشنطن عقوبات شامل على تركيا بالإضافة إلى حرمانها من تسلب مقاتلات F-35 الأمريكية في حال مضت قدما في صفقتها مع روسيا لتزويدها بمنظومة S-400 مضادة للصواريخ أمهلت الولايات المتحدة الأمريكية التركية حتى نهاية يوليو المقبل للتراجع عن إتمام الصفقة نتبع المزيد في هذا التقرير صعدت الولايات المتحدة من الأزمة مع تركيا بسبب سعي أنقرة للحصول على منظومة S-400 الدفاعية الروسية وكشفت عن خطة لاستبعادها من برنامج مقاتلات F-35 بما في ذلك الوقف الفوري لأي تدريب جديد لطيارين أتراك على هذه المقاتلات فالولايات المتحدة أعطت لتركيا مهلة حتى نهاية شهر يوليو للعدول عن شراء الصواريخ الروسية من نوع S-400 وقالت إيلين لورد مساعدة وزير الدفاع الأمريكي إنه في حال لم تتخلى أنقرة عن قرارها فإن الطيارين الأتراك الذين يتدربون حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية على طائرات F-35 سيطردون وستلغي العقود الممنوحة لشركات تركية لصناعة قطع لطائرات F-35 وفي رسالة شديدة اللهجة حضر وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شانهان من أن شراء تركيا لمنظومة S-400 قد يعرقل العلاقات المستقبلية بين الولايات المتحدة وتركيا مؤكدا أن قراره بإنهاء مشاركة تركيا في برنامج F-35 يمكن أن يتبعه تصرفات أمريكية أخرى موضحا أن أعضاء القنغرس يعيدون فرد عقوبات على الأتراك وكانت واشنطن حضرت أنقرة مرارا من أن المنظومة الروسية تعتبر تهديدا على طائرات F-35 يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه صحيفة ديت سايت الألمانية أن العلاقات بين حلف الناتو وتركيا تنهار تدريجيا لفتة إلى أن إسرار أنقرة على شراء منظومة S-400 الروسية يعد الضربة الأكبر والأكثر تأثيرا بين الطرفين ووفق الصحيفة يتخوف دول الناتو من أن نشر منظومة S-400 في تركيا وأنظمة الرادار المرافقة لها سيمنح روسيا رؤية عامة عن منظومة الحلف الدفاعية وبيانات عن مقاتلات F-35 الأمريكية أعلن نائب رئيس الحكومة الروسية يوري بوريسوفا وأن بلده لا تخشى أن يتأثر الراغبون في شراء منظومة صواريخ S-400 للدفاع الجوي بالضغوط الأمريكية وقال بوريسوفا على هامش منتدى بيترسبورغ الاقتصادية الدولي أن موسكو لا تواجه نقصا في الطلبات على شراء هذه المنظومة أعلنت باميلا فاغنر رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في النمسا أن الجدل حول رئاسة الحزب قد انتهى مشيرة إلى أنها ستقود الحزب في الانتخابات البرلمانية التي ستقرى في البلاد خلال شهر سبتمبر المقبل كما أوضحت فاغنر أن البعض حاول إزاحتها عن رئاسة الحزب لكونها أول امرأة تتولى القيادة منذ تأسيس الحزب قبل 130 عاما تتواصل فعليات منتدى سانت بيترسبورغ الاقتصادية الدولي وسط حضور دولي كبير وسعي لإيجاد حلول المشكلات الاقتصادية وبأستثمارية آمنة بعيدة عن السياسة المزيدة في هذا العرض اشتركوا في القناة اكد وزير النفط الإيراني أن تهران لا تعتزم لانسحابة من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك وقال المسؤول الإيراني أن بعض أعضاء أوبيك حولوا المنظمة إلى محفل سياسي لمواجهة اثنين من الأعضاء المؤسسين وهما إيران وفنزويلا قالت إيران أن العقوبات الأمريكية الجديدة بحقها تجعل الحديث عن استئناف المحادثات فارغا وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس مساوي الحظرة الأمريكية الجديدة الذي طال شركات البيترو كيمويات الإيرانية ووصفه بمثابة إرهاب اقتصادي يمارسه البيت الأبيض كما وصف مساوي دعوات بعض المسؤولين الأمريكيين للدخول في مفاوضات مع إيران بالمخادعة وغير حقيقية وتهدف إلى اكتذاب اهتمام الرأي العام فقط قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك أن النظام الإيراني يمارس فبركة إعلامية لخلق انطباع زائف عن قدراته العسكرية باستخدام برنامج لتعديل الصور وإظهار تزايد قوتي الصاروخية كان هوك قد أكد أن واشنطن ستواصل الضغط على إيران حتى تتخلى عن عدائيتها على حد وصفه مشددا على أن هناك خيارات عدة على الطاولة في واشنطن للتعامل مع تهديدات تهران أشاد وزير الخزانة الأمريكية ستيفن مونتشن بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بلاده والمكسيك حول الهجرة وصفه بالمهم جدا وبموجب الاتفاق ستعيد الولايات المتحدة طالب لجوء إلى المكسيك لحين النظر في طلباتهم متعاهدة بتسريع إجراءات النظر في تلك الطلبات الولايات المتحدة والمكسيك تتوصلان إلى اتفاق يحول دون نشوب حرب تجارية بينهما بعد أن تعهدت المكسيك باتخاذ إجراءات قوية لمنع الهجرة إلى الولايات المتحدة عبر حدود البلدين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن تجميد فرض رسوم جمركية عقابية على المكسيك إلى أجل غير مسمى موضحا في تغريدة له أن الاتفاق يهدف إلى القضاء على تطفق الهجرة غير القانونية إلى الأراضي الأمريكية عبر الحدود مع المكسيك وبمجاب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مباحثات في واشنطن ستنشر المكسيك عدادا كبيرة من قوات الحرس الوطني على الحدود الجنوبية مع جواتيمالا بهدف التصدي للتجار البشر والمهربين من جانبها ستعيد الولايات المتحدة طالب اللجوء إلى المكسيك لحين النظر في طلباتهم متعحدة بتسريع إجراءات النظر في تلك الطلبات ضباط حرس الحدود الأمريكي أوقف أكثر من 132 ألف شخص لدى عبورهم بشكل غير قانوني من المكسيك في مايو الماضي وهو أعلى معدل شهري منذ 2006 والعل الاتفاق الجديد بين واشنطن ومكسيكو سيتي يقضي على هذه الظاهرة وثق مقطع فيديو نشرته البحرية الأمريكية لحظة الرعب التي أثرتها سفينة حربية أمريكية ومدمرة روسية في بحر شرق الصين إذ يظهر الفيديو اقتراب السفينة الأمريكية ونظيرتها الروسية من بعضهم البعض بأقل من 50 متر في البحر الأمر الذي عرض سفينتين وطقمهما للخطر يتذلك فيما يواصل الجيشان الأمريكي والروسي تبادل الاتهامات بارتكاب أفعال غير آمنة أدانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخروفا العقوبات الأمريكية على شركة هواوية الصينية مؤكدة أهمية المفاوضات لحل المشكلة وقالت زخروفا أن موسكو ترفض استخدام العقوبات الأمريكية كأدات شديدة القصوى وصفة تلك العقوبات بأنها أحدية الجانب غير متعددة الأطرف أعلنت روسيا أن سفنا تابعة لها وقوات من أسطول البلطيق ستراقب المنورات البحرية لحلف الناتو يذكر أن منورات الحلف ستقرى في بحر البلطيق في الفترة من التاسع حتى الحادي والعشرين من شهر يونيو تحت إدارة قيادة الأسطول التشغيلية الثانية للبحرية الأمريكية يشارك في منورات الناتو ما يصل إلى أربعين سفينة وغواصة بالإضافة إلى أربعين طائرة مختلفة من ثماني عشرة دولة أعلنت تايوان أنها تأمل في شراء صواريخ محمولة ودبابات متطورة من الولايات المتحدة ضمن مسعيها لتحديث معداتها المتقدمة وتعزيز قدراتها الدفاعية أمام الصين اتذلك في ظل تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبيكين العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين التي تتعرض لضغوط متزيدة نتيجة الخلافات التجارية والاقتصادية التي أدت لتبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين تأخذ منعطفا جديدا والسبب تايوان الدولة التي ترفض الصين الاعتراف باستقلالها عنها أعلنت أنها بالصدد شراء أسلحة أمريكية تضم دبابات متطورة وصواريخ مضادة للطائرات والمدرعات في صفقة تتجاوذ قيمتها ملياري دولار أعلان تايبيه استدعى رد شديد اللهجة من الخارجية الصينية حيث شددت أنه يجب على واشنطن أن تعي بالكامل الطبيعة الحساسة جدا والمضر لقرارها بيع أسلحة لتايوان وأن تلتزم بمبدأ الصين الوحدة وبينما قال وزير الدفاع الصيني أن الحرب مع الولايات المتحدة ستكون كارثة بالنسبة للعالم إلا أنه وجه تحذيرا إلى واشنطن بعدم التدخل في النزاعات الأمنية بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي وكان باتريك شانهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي قال أن الولايات المتحدة لن تتحاشى بعد الآن سلوك الصين في آسيا وقد غضب التابيكين بشدة بسبب خطوات اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأونة الأخيرة بزيادة الدعم لتايوان بما في ذلك إبحار سفن أمريكية عبر مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي في الصين رحب محافظ البنك المركزي الياباني بتراجع الولايات المتحدة عن فرض رسوم على الواردات القادمة من المكسيك تصريحات المسؤول اليابانية جاءت على هامش اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين في مدينة فوكوكا اليابانية يبحث الاجتماع بشكل أساسي إصلاح السياسات الضربية ومكفحة غسيد الأموال والجرائم الإلكترونية أكدت كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولية على الدور الهام الذي تلعبه التكنولوجيا المالية في تسهيل السمول المالي جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة رفعة المستوى حول الابتكار المالي في مدينة فوكوكا اليابانية وذلك على هامش اجتماع قادة مجموعة العشرين المالية حيث أشارت لاجارد إلى أن تلك التكنولوجيا تلعب دورا رئيسيا في تعزيز النمو قالت توزيرة خارجية كوريا الجنوبية إن بلادها والولايات المتحدة يعتقدان أن عملية إطلاق كوريا الشمالية صواريخ قصيرة في المدى الشهر الماضي لا تستحق تعليق المحدثات مع النظام مشيرة إلى أن سول وواشنطن حللتا عملية الإطلاق وقررتا إتباع نهج لطيف حول هذا الموضوع أشدت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج بالمساعدة التي قدمتها السربيا في البحث عن مفقودين جراء تصادم زور قين سيحيين في نهر وسط بيداباست وعربت الوزير الكوريا الجنوبية عقب اجتماع مع نظيرها الصربي في بيلجراد عن أملها في استمرار التعاون بين البلدين وقدمت السلطات الصربية المساعدة لفرق البحث المجرية والكوريا الجنوبية حيث وصلت عملية الإنقاذ إلى حوالي 200 كيلومتر جنوب بيداباست باتجاه الحدود مع صربيا أبلغ رئيس سريلانكا حكومته بأنه لا يعتزم التعاون مع اللجنة الفرلمانية التي تحقق في اعتداءات عيد الفصحة الانتحارية التي أزفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا وقال مصدر وزري أن الرئيس رفض السماح لأي شرطي أو عسكري أو عنصر في أجهزة الاستخبارات للإدلاء بإفادته أمام اللجنة كان قائد جهاز الاستخبارات أخذ على رئيس سريلانكا أمام اللجنة عدم عقد اجتماعات منتظمة حول الوضع الأمني لتقييم المخاطر المحتملة هاجمت الحكومة الفلبينية خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لما وصفته بأنها تدخلات لا تغتفر في شؤونها وذلك بعد أن دعوا إلى تحقيق دولي في أعمال قتل تمت ضمن الحرب التي يشنها الرئيس رودريغو دوتيرتي على المخدرات ودع الخبراء أمس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل حول ما وصفوه بتدهور حاد في حقوق الإنسان في الفلبين مؤكدين أنهم وثقوا عددا من الوفايات غير القانونية وأعمال قتل نفذتها الشرطة في نتاق حربها على المخدرات وكذلك أعمال قتل للمدافعين عن حقوق الإنسان قتل أربعة عسكريين باكستانيين وأصيب أربعة آخرون في انفجار عبو ناسف يدوية الصنع في شمال غرب باكستان أوضح الجيش الباكستاني أن إرهابيين استهدفوا مركبة عسكرية بعبو ناسف يدوية الصنع تم زرعها على جانب الطريق في بلدة خاركمار بمنطقة وزيرستان الشمالية هذا ولم تعلن أي تجه مسؤوليتها عن الهجوم أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل ثمانية عشر من مسلحي حركة طالبان وإصابة أربعة آخرين خلال العملية نفذتها في منطقة محمد أغا بمقاطعة لوجار الوسطى ذكرت الداخلية الأفغانية أن القوات الأفغانية استهدفت مسلحي الحركة واستولت على ثلاث بنادق وذخائر وملابس عسكرية اترفت الولايات المتحدة بقرار زعيم المعارضة الفنزولية خوان جوايد وتمديد العمل بجوازات سفر مواطني فنزولا المنتهية صلاحيتها تأتي هذه الخطوة بعد أن طلب العديد من المواطنين المقيمين في الولايات المتحدة تجديد جوازات سفرهم بعد أن أغلقت كاركاس بعثاتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة بالسبب اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة الفنزولية رئيسا مؤقتا للبلاد بهذا الاعتراف تنضم الولايات المتحدة إلى إحدى عشرة دولة في أمريكا اللاتينية تقر بصلاحيات جوازات السفر الفنزولية المنتهية وجه رئيس الفنزولي نيكولاس مادورو بإعادة فتح الحدود مع كولومبيا في ولاية تشير غربي البلاد وذلك بعد إغلاق استمر عدة أشهر كانت سلطات الفنزولية قد أغلقت الحدود مع كولومبيا تحسبا لمحاولة المعارضة إدخال أطنان من المساعدات قدمتها الولايات المتحدة ودول أخرى أيدت المعارضة بقيادة خوان جوائدو من جديد فتحت السلطات الفنزولية حدودها مع كولومبيا المجاورة وذلك بعد نحو أربعة أشهر من إغلاقها الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو أكد أن تلك الخطوة تأتي في إطار الممارسة التامة لسيادة الدولة موضحا أن شعب فنزولا شعب مسالم ويدافع بقوة عن استقلاله وتقرير مصيره وفي فبراير الماضي قطعت فنزولا علاقاتها مع كولومبيا وأغلقت الحدود وذلك على خلفية قواف المساعدات الإنسانية أمريكية كانت متجهة من بوغوتا إلى كاركاس ورفضتها حكومة مادورو باعتبارها ستارا لأغراض سياسية إذ نظم زعيم المعارضة الفنزولي خوان جوائدو عملية إنسانية من أجل إدخال أطنان من المساعدات الغذائية والطبية إلى فنزولا قدمتها الولايات المتحدة وحلفائها والتي اعتبرها مادورو تدخلا في شؤون بلاده وبحسب الأمم المتحدة غادر أكثر من ثلاثة ملايين فنزولي بلدهم هربا من الأزمة الاقتصادية الأسوأ بتاريخ هذا البلد الغني بالنفط واستقبلت كولومبيا مليون وثلاثمائة ألف مهاجر فنزولي وطلبت مساعدة دولية لمواجهة هذا التدفق البشري في تلك الأثناء شددت وزارة الخزانة الأمريكية ضغطها على شركة النفط الفنزولية المملوكة للدولة عبر توضيح أن تصدير شركات الشحن العالمية لمخففات اللزوجة ربما يخضع العقوبات الأمريكية والتعديل الذي أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني هو أحدث إجراء أمريكي يهدف إلى الضغط على الرئيس الفنزولي نوكولاس مادورو عبر تقييد الوصول إلى إرادات الصادرات النفطية من الشركة المملوكة له وتشهد فنزولا خضم أزمة سياسية حادة منذ أن أعلن زعيم المعارضة أخواني جوايدو نفسه رئيثا موقتا للبلاد إذ تسبب تظاهر الأوضاع الاقتصادية في البلاد في نقص واسع نطاق في الأغذية والأدوية الأساسية بينما تسببت الصراعات السياسية في موجة من أعمال العنف الدموية مزار مفتوح لمحبي تصوير الفوتوغرافي وللراغبين في قضاء يوم طيب في قلب القاهرة شارع المعز الذي يقصده المصريون من كل مكان بالاستمتاع بمعالمه والتقاط الصور التي تبرز جمال العمارة الإسلامية في الأبنية والأسبلة والمساجد التاريخية يفتحوا أبوابه ليستقبل زائرية في عيد الفطر المبارك نتابع المزيد عن هذا الشارع في التقير كل حجر أو ركن هنا يصلح لالتقاط صورة جميلة تدخل كعصور مصر الإسلامية المختلفة فالفتيات أميرات وجواري والشباب صلاطين وتبجار وتغيير جو فهمني و لازم أن الواحد يخرج طبعا تصوير روحت واتصورت والبست ربس هندي وسعيدي ودراسي أروح ورسل هنه هندي العيد ده في مصر أحل عيد وأجمل عيد وربنا يجعل أيامنا كلها عياد وخير وسلام ويجعلنا كده نحب بعدنا دايما ده اللي ما ينزلش شارع المعيز ما شفش مصر غزل البنات سكر نبات والحلويات وكل أنواع المشروبات والمأكولات وركن الحنة للصبايا والجميلات هو جميل جميل وحلو عمالتي أين ساعة تدخلت بفرج الحاجات الحاجات حلوة والبست سياري والبست اسكندراني إحنا جاء المعيز بنفرح بالأماكن بالدنيا كلها وبنصور ويعني فرحة لنا وكله حتى تلاقي كله وسياحة وأمنة جميل جدا كل حاجة حلوة الحمد لله بتا أول مرة نخرج جنو سمايلي وقاله نروح شارع المعيز طب ليه شارع المعيز ولا عشان قطر فيه جوامع وفيه أحداث تاريخية كتير نصور تعتمنا وعمرات على الشكل الإسلام والطراز الإسلام الجميل فحبنا أن يجي نصور سخب بطعم البهجة وكأن العيد بات هنا وأصبح وأصبحت معه الفسحة في شارع المعز لها مذاق خاص بعد أن أضيف هذا المعلم الأثري الجميل إلى قائمة خروجات العيد أحمر عبد الرازق لأكسترا نيوز تقام غدا المباراة نهائية لدوريا الأمم الأوروبية بين منتخبية البرتغال وهولندا في البرتغالة كما تلعب غدا سويسرا أمام إنجلترا لتحديد المركز الثالث بالبطولة أقرى الاتحاد الدولي لكرة القدم تعديلات جديدة في قوانين كرة القدم ليتم تطبيقها على مستوى العالم ووفقا للتعديلات فأنه لن يسمح للاعبي الفريق بالوقوف بحائط الصد مع لاعبي الخصم عند الأخطاء بشكل قريب وواضح في حين تم السماحة للعب باستقبال الكرة من زميل حارس المرمى حتى وإن كان اللاعب داخل منطقة الجزاء نصت التعديلات على أن أي لمسة يد يعتبر خطأ حتى ولم تكن بشكل متعمد يسود البلاد غدا الأحد تقص لطيف على السواحل الشمالية مائل الحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد لكنه حار على الجنوب نهارا لطيف بالليلة فيما يلي نتابع بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا ترجمة نانسي قنقر في ختم هذه الجولة نذكر حضراتكم بأبرز ما جاء فيها من أنباء رئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس إريتريا أسيا سافي ورقي بقصر الاتحادية الداخلية تعلن مقتل أربعة إرهابيين من منفذي الهجوم على الكمين الأمني بجنوب العريش والمجلس العسكري الانتقالي بالسودان يؤكد حرصه على التفاوض للتوصل لتفاهمات مرضية إلى هنا نصل مع حضراتكم لختام هذه الجولة من الأخبار لكن دوما بإمكانكم متابعة المزيد عبر موقعنا الإخباري أشكر لحضراتكم حسن المتابعة وإلى اللقاء